مرحبا بالجميع نشرح في هذا المقطع كيفية إضافة قفل البصمة لهواتف أو بعض هواتف أوبو الطريقة سهلة تابعونا في البداية نتوجه إلى الأعدادات ثم نمرر إلى الأسفل حتى نصل إلى كلمة المرور والأمان الآن نضغط على خيار البصمة هنا سوف يطلب مننا إضافة كلمة المرور لشاشة القفلة نضغط استمرار ثم نضغط من خلال أما الرقمي أو نقش اخترت كلمة نقش لنقوم باختيار النقش الذي يناسبك الآن اضغط على مستشعر البصمة بلطف وحرك الأسباع هنا مع ضرورة تحريك تحريك الأسباع ضع أسباعك على المستشعر وارفع أسباعك عندما تشعر بالاهتزاز قرر العملية حتى يتم أخذ البصمة بالكامل حرك الأسباع على كامل المستشعر حتى يتم أخذ البصمة كاملة ثم اضغط تم هنا يمكنك أيضا إضافة بصمة أسباع آخر أو اضغط تم هنا يمكنك أيضا استخدام تشجيل باستخدام مزة الوجه يمكنك أما التشجيل أو إلغائها في هذا الشرح سوف نكتفي بشرح البصمة بالتالي سوف نضغط إلغاء بهكذا طريقة يتم إضافة قفل الهاتف من خلال البصمة هذا كل شيء